الحقيقة الخبر اللي معنا دلوقتي خبر من الأخبار اللي بتبقى قريبة القلبي الحقيقة وبحبها جداً ويعني بتعمل بهجة كده وسرور وأتمنى إن كل مشاهدين يقتدوا به وهو عن راجل أمريكي عنده 100 سنة قدر إن هو مبارح يتجوز خطيبته اللي عمرها 96 سنة ودي طبعاً حاجة أنا من نسبالي مبهجة جداً تجوزها في احتفالية شارك فيها عدد من أصدقاء العروسين العريس اللي هو هارلد تيرينس اللي كرمه رئيس الفرنسي مكران باعتباره أحد المشاركين في معركة نورماندي اللي كانت بداية لتحرير فرنسا بالحرب العالمية التانية قرر إن الشواطئ كمان اللي شهدت المعركة تكون هي المكان اللي يجوز فيه خطيبته جين سويرلان رئيس البلدية اللي أقيم فيها الزفاف قال إنهم قدموا للعريس كرم الضيافة الفرنسي والدهدية كمان وشكروه على تحرير فرنسا حقيقة أنا الأخبار دي زي ما قلت لكم من الأخبار اللي بتديني كده نوع من أنواع البهجة والتفاؤل لأن دايما أنا مقتنعة وبقول إن الحب ملوش كتالوج ولا عمر ولا مكان ولا زمان ولا بيقدر الحب ده يفرقوا عرق أو شكل أو حتى جنسية أو أي حاجة الحب ملوش وقت وملوش مكان وملوش عمر يعني ما جيش حد عنده مثلاً ستسين سنة ويروح أي خلاص بقى أنا راحت علي أو يحس مثلاً هو ممكن في حد بيحبه أو في حاجة حلوة تحصل في حقيقته فيقول لا خلاص أنا هاخد زمني وزمن غيري لا يا جماعة ما تقولوش كده إحنا لسه طول ما إحنا فينا نفس نقدر نحب ونقدر نعيش الحياة في أحلى مراحلها وأحلى أوقاتها وأحلى يعني كل حاجة فيها فمئة سنة وجوز خاطبتو اللي عندها ستة وتسعين سنة فده يقول لنا كلنا إن إحنا إيه عندنا يعني كل حاجة حلوة في الحياة نقدر نعملها طول ما إحنا موجودين وعايشين وعندنا قلب بيحبه وعندنا مشاعر فعمرنا ما نقول العمر إحنا كبرنا والكلام ده لأ يعني دايماً الحب ده حاجة بتيجي كده في القلب ودايماً إيه لا يأسة مع الحياة ولا حياتة مع المالية